مع تصعيد روسيا لضرباتها الجوية على كييفا التي شهدت انفجارات هي الاقوى منذ اسبوعين ومحاصرتها لجنود الاوكرانيين في مدينة ماريو بول الساحلية حذر الرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي من تصفية اخر جنوده في ماريو بول بعد ان لقي عدد كبير من المدنيين حدفاهم ونبه الرئيس الاوكراني لاحتمال توقف المفاوضات من اجل السلام في حال استمرات روسيا على نهجها كما طالب المنتظم الدولي باخل التهديدات النووية الروسية بجدية هناك قوات متواجدة يكرههم الروس بلا شك ولا اظن انهم سيتركونهم يعيشون ما يفعلونه الان يمكن ان يقف اي شكل من اشكال التفاوض وفي اخر التقارير العسكري الروسي الخاص عن اوكرانيا اعلن عن تدمير مصنع الانتاج المدرعات في كييف وورش لصيانة المعدات العسكرية في نيكولاف الى جانب تدمير مواقع عسكرية كما انت موسكون الخسائر التي تكبدتها قوات الحكومة الاوكرانية من الافراد خلال العملية العسكرية الروسية المتواصلة تجاوزت 23 الفا عكس ما صرح به الرئيس الاوكراني تملك وزارة الدفاع الروسية معطيات موثوقا بها عن الخسائر الحقيقية لجيشه والحرس الوطني الاوكراني والمرتزق الاجانب والتي يخشى زيلنسكيا اليوم من كشفها للشعب الاوكراني تستمر الحرب في اوكرانيا وسط مستجدات ميدانية وتجاذبات دولية عقدها تصاعد الضربات الروسية ومعها تزيد مطالب الرئيس الاوكراني بمزيد من الاسلحة مع الدعم الدولي لوقف الحرب